ولا كي هندسة. عايزين نشتغل في البرمجة هندسة. عايزين نشتغل في البرمجة بيولك فيها فلوس كتير والدنيا حلوة. هنشتغل امتى بقى؟ ومالو يا باشا اشتغل في مجال البرمجة. احسن مجال في الدنيا. اشتغل يا باشا ولا هم. ايوة بس انا عايز اشتغل بسرعة. انا عايز انجز واشتغل وطلع فلوس. اشتغل بسرعة ده. ركز بس معي الاول. انت تعلمت اصلا لغة برمجة او تعلمت تكنولوجيز تاك هتشتغل بيه. يا باشا متعلم. متعلم حاجات كتير قوي. متعلم دوت نت ومتعلم بي اتش بي ومتعلم دوت جي اس وبعمل موبايل ابليكيشنز كمان. متعلم كل حاجة. انا اي حاجة لاني دايس فيها معك. انت مش شايف ان انت متحمس قوي على الكلام اللي انت بتقوله ده؟ يعني كتير قوي على فكرة الحاجات اللي انت عملت اقولها. يا باشا انا عايز اشتغل. انا متعلم كل الحاجات دي عشان اي شركة تكلمني انزل معا عيدل. انا يا باشا دايس معك في اي حاجة اي حاجة تكلمني فيها في دول. انا هنزل اشتغل معاك. ما عنديش اي مشكلة. بس يكلموني بس وانا هنزل اشتغل. انت عملت مشاريع الاول اصلا. يا باشا انا عمل مشاريع كتير. عمل لي 15 ل 20 مشروع. بص كده في المشاريع وانت تعرف. لا ده مش بس كده. صغير? وانا التعب اللي تعبته ده كله واخد رقم صغير ولا ايه? يا عم نفوق بقى صح صح كده معنا كده. يا باشا هتاخد المرتب اللي نفسك فيه هتاخد كل حاجة بالراحة نفسك بس. انت ايه اللي انت عملت عمله ده كله? اهدى 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 بالراحة مش كده. طب اقول لك على حاجة بقى. انا هشتغل في شركتين كمان مش في شركة واحدة. انا هشتغل في شركة الصبح وهشتغل في شركة بالليل. ولو تلات شركات كمان هشتغل. باش انا كل طاقة كل حماس انا عايز اشتغل. لادا انت الحماس صرح منك خالص. صرح منك خالص. تعال باش عشان افاهمك الدنيا بتمشي ازاي. السلام عليكم. ازايكم وعملين ايه? يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. انا عالي شهين المدير التنفيذي لشركة اي تي لجند. بداية مبروك لكل الناس اللي نجحوا في الثانوية العامة. ومبروك اكتر لكل الناس اللي جابوا مجميع كويسة وممكن يدخلوا كلية حاسبات. وبالمناسبة دي احب اقول لك ان القناة بتاعتنا مخصصة اصلا ليكم وللناس اللي حابين يتعلموا مجال البرمجة. فاخد لك لفة سريعة كده في القناة. هتفهم حاجات كتير جدا جدا عن المجال. والحقيقة يا صديقي ان انا عاوز اقول لك ان الطريق الى البرمجة محفوف بالمخاطر. كنت تقول ايه? يعني تخيل ان انت النهاردة اتعلمت وعدت برحلة طويلة جدا مليانة صعوبات. وبعد كرة دخلت تشتغل كجينيور في شركة. وفي بعض الاخطاء لو انت غلطت غلطة فيها. حرفيا انت ممكن تحكم على الكارير بتاعك كله بالفشل. والنهاردة جايين نتكلم عن مجموعة الاخطاء دي ونوضحها عشان مش عاوزين اي حد خالص يعد بيها. اول مشكلة بيقع فيها الجينيورز وهي تعدد التقنيات. يعني ايه يا بش مهندس عليك? بمنطقة البساطة انت عشان تنزل سوق عمل البرمجة وتشتغل لازم تكون عارف تكنولوجي ستاك معين. وليكن مثلا انا هشتغل في الويب. طب ماشي انا هشتغل في الويب. هشتغل بقى بايه بالزبط. هشتغل بالدوت نت ولا بالبيتشي بي ولا بالنود دوت جي اس ولا بالجافا ولا بالبايثن ولا بايه بالزبط. فانت بتمسك ستاك معين وليكن مثلا الستاك بتاع الدوت نت. وبتبترى ان انت تتعلمه وتشتغل عليه. يجي لك مثلا بقى واحد جينيور لسه بقى متخرج ود وير وير كده وبص وشايف نفسه عضلات بقى ومية مية. إلا تبص بقى معلم انا هتعلم بي اتش بي وهتعلم دوت نت وهتعلم بايثن وهخليهم كلهم معايا وهكتبهم في الس في عشان جالي شغل هنا اشتغل جالي شغل هنا اشتغل. ما انا بوسع بقى من دايرة معارفي وبوسع بقى من من الدايرة اللي انا ممكن اشتغل فيها. عاوز اقولك دي غلطة كبيرة جدا جدا. يا صديق العزيز بدل ان انت تبتدي تتعلم تكنولوجيز كتير جدا وتشتت نفسك بشكل كبير اتعلم تكنولوجيز تاك واحدة طور نفسك فيها اعمل مشاريع كتير اتعلم problem solving حل مسائل على ال data structure والالجوريثم دوس في ستاك واحدة بس وهي دي بس اللي انت تحطها في ال cv انا لما بيجيلي cv ولاقي واحد عمال يقولك انا متعلم bhp ومتعلم .net وبتنطط على الحيط وبتمشى في الارض والكلام دا بعرف ان دا راجل مشتت ولو جي اشتغل معايا في التيم مش هيكون احسن حاجة فالتركيز بيكون مهم جدا عشان تلاقي وظيفة اسرعة ولو انت اشتغلت في مكان ولقيت ان المكان فيه تكنولوجيز كتير برضو ما تسعاش للتنطيط ما بين التكنولوجيز ركز في حاجة واحدة ركز في حاجة واحدة ارجوك عشان ما تضيعش نفسك تاني مشكلة وهي تعدد المشاريع ببعنى ايه ييجي بقى الجينيور اول ما بيبتدي يشتغل يقولك بص بقى انا عايز اشتغل في اي كوميرس وعايز اشتغل في اي ليرنينج وعايز اشتغل في عقارات وعايز اشتغل في اي اربي وعايز اشتغل في موبايل ديفولوبنت وعايز اشتغل في مشاريع كتير جدا هو الراجل ركز على ستاك واحدة لكن هو متخيل ان هو لما يعمل مشاريع كتير ان دي حاجة كويسة هتقولي يا بشواندس وانت مش لسه من شوية اي لنا ان انت لما تعمل مشاريع كتير دي حاجة كويسة الإجابة آه ولكن ركز معاً أنت ممكن تشتغل على مشروع واحد بس بس يكون مشروع كبير جداً ومشروع فيه تفاصيل كتير جداً فيكسبك خبرة أكتر من المشاريع الكتير وهي مشاريع صغيرة ولذلك الخبرة اللي أنت بتاخدها في شركة السافتوير وإنت قاعد بقى على خط الإنتاج وعمل يجيلك مشروع يخلص يخش المشروع اللي بعده مشروع ويخلص يخش على المشروع اللي بعده لو هي شركة صغيرة فالخبرة اللي أنت بتاخدها ما ياش خبرة كبيرة قوي لو شركة متوسطة بتاخد خبرة أكتر لو شركة كبيرة بتاخد خبرة أكتر وأكتر لأن حجم المشروع بيجبر كلما حجم المشروع بيجبر حجم التعقيد بيجبر وحجم الخبرة اللي بتاخدها بتبقى أكتر يعني على سبيل المثال لو مشروع كبير فأنت النهاردة بتعرف بقى يعني ايه سي دي ان يعني ايه مثلا الحاجات بقى التفاصيل بقى بتاعة البيئة بتاعة بتعرف حاجات معقدة جداً مثلاً بتتعامل مع عدد الريكوردز في الديتابيز أكتر بكتير من اللي انت بتتعامل معه في الشركات الصغيرة ممكن تكون بتتعامل مع مشروع لايف والمشروع ده عليه عدد كبير من اليوزرز كونقارنط دلوقتي فالنهاردة مش هينفع مثلا تعمل تعديلة وترفعها على لايف على طول لازم يكون في ديبلويمنت انفيرومنت وتستينج انفيرومنت وستيجينج انفيرومنت ولايف انفيرومنت يعني فيه عاجات كتير مش هتعرفها غير في المشاريع الكبيرة فلذلك اسعى ان انت تاخد مشاريع كبيرة اكتر من انت تسعى انك تاخد مشاريع صغيرة وكتيرة هتقولي بس انا في البداية هي اللي قدامي بس المشاريع الصغيرة هقولك ابدأ باي حاجة ولكن اسعى للطريق الصحة اللي يطورك بشكل صحيح كمبرمج ده اللي انا عاوز اوصل هولا تالت نقطة معانا وهي تعدد الشركات تقريبا يا جماعة الجينيورز في بداية حياتهم بيبقوا عايزين ياخدوا من كل حاجة كتير يعني عايزين يعملوا اي حاجة كتير يعني بعشوائية وهو مش مرتب للطريق بتاعه كويس مش مرتب لحياته الترتيب الانسب فتغيير الشركات الكتير قد يظن بعض الناس انه هو بيكسبوا خبرة وانه هو بينقلوا نقلات كويسة في الكارير بتاعه الفكرة يا صديق العزيز ان انت لازم تكون عارف ان الشركات محتاجاك زي ما انت محتاج الشركة فانت مش اي شركة تكلمك وتقولك يلا بينا نشتغل تقولهم يلا بينا انا معاك وانا ابيع نفسي لأقرب مشتري ما ينفعش ان انت تتعامل بالطريقة دي لازم ان انت تنقي الشركة اللي هتنزل فيها ويوم ما انت تتنقل من شركة لشركة لازم تتنقل لشركة لسكيل بتاعها اكبر وحاول ان انت تقضي على الاقل سنة في الشركة ده لو ما كانتش شركة تحت السلم وانت ما بتستفيدش منها حاجة خالص احنا عادي جدا ان احنا نغلط ما احنا وارد ان احنا مثلا تخيلنا ان الشركة كبيرة ودخلنا لنا الشركة اي كلام ولكن حاول قدر الامكان تقضي سنة في الشركة عشان تيجيب اخيرها وتاخد الخير اللي جواها كله اقل من سنة اعتقد ان انت مش هتبقى استفدت اي حاجة خالص وطبعا لو هي شركة كويسة اخد لك فيها سنتين مفيش مشكلة اعتقد ان اغلب الناس في المجالنا ممكن يكونوا ما بيعودوش اكتر من سنتين او ثلاث سنين في الشركة الا اذا كنت انت بقى مرتاح قوي يعني انا لو عندي في الشركة وده حاصل بالفعل ما قضي معايا اكتر من ثلاث سنين فانا شايف ان انا عامل معايا انجاز على بي يعني بحاول ان انا اطور معايا في كل حاجة وابقى سريع جدا معايا عشان احافظ على وجوده ومش اي شركة تقدر تعمل الكلام ده فلذلك الناس بيتنقلوا ما بين الشركات عشان يقدروا ياخدوا مرتب افضل وياخدوا وضع افضل ومش عيب انك تتنقل من الشركات لكن عيب اوي ان انت تتنقل كتير وبالذات على مدار سنة انا اعرف ناس والله بيبدلوا بالثلاث شركات في السنة دي مشكلة كبيرة ولو هي مكتوبة في السيفي هتضي انطباع مش كويس خالص عنك لقدام الناس اللي انت بتقدم لهم في الشركة اللي بعدها رابع نقطة معانا وهي التفكير في الراتب فقط انا بقى ما فهمش في النية انا فهم في المية ودي مرتبطة شوية بالنقطة اللي فاتت الجينيورز بيمشوا بطريقة ان انا اقبل اي شركة في الاول وبعدين اي شركة تصفرلي وتديني 500 جنيه زيادة اجري وروح عليها لازم تكون عارف ان انت في اول فترات حياتك انت بتشتغل بطريقة انت بتشتغل عشان تتعلم فاختار الشركة اللي تطور منك اسرع اختار الشركة اللي تقدم لك حاجات تخليك انت كمبارنك جواها عمل تجرو وتزيد وتتطور بعد فترة لما انت تتطور وتبقى مبارنك كويس وتبقى انت مزبط نفسك كده مية مية هتقعد وتحط رجلي على رجل وتقول يا ارض تهدي ما عليك يقدي حرفيا هتحط الارقام اللي انت عاوزها والارقام اللي انت عاوزها هديلك فما تستعجلش في بداية حياتك ركز على التعلم اكتر ابني حياتك بالشكل ده بعد كده اكسب يسيدي براحتك زي ما انت معاوز وان شاء الله بإذن الله يا ربنا يكرمك ويوفقك لحياتك دول كانوا اربع نصايح ليك كجينيور لو انت لسه بتبتدي حياتك تساعد نفسك بهم ان انت تبني كارير افضل اتمنى تكون الفيديو فادك ولو انت تعلمت منه حاجة اعملوا لايك وشايروا مع اصحابك عشان الخير يوصل لكل الناس اشوفكم على خير في فيديو جاي السلام عليكم